أهلاً بكم، اليوم سنتكلم على المجهزات الصحية ديال شربة البلبولة كتتعتبر شربة البلبولة أو كما تسمى أيضاً حسوة البلبولة واحدة من أشهر أنواع الحساء التقليدية في المغرب واللي يمكن لنا نتناولها على مائدة الإفطار في رمضان وهي مفيدة جداً لحتواءها على الفيتامينات ومعادن لكتزيد منطقة ديال الجسم كتحتوي شربة البلبولة على قيمة غذائية مهمة حيث كتضم في تركيبها كل من الألياف الغذائية، البروتينات النباتية، النشويات، مجموعة من المعادن بحال المنغانيس البوتاسيوم اللي مهم بزاف لصحة القلب والشرايين والنحاس، الحديد، الزنك ومضادات الأكسادات كتلك الموجودة في فيتامين كاف اللي كتساعد على تنقية الجسم من السموم وحمد الفوليك ومجموعة كبيرة من الفيتامينات كتتعتبر البلبولة من الأطعمة المفيدة بزاف لصحة مرضى السكري خصوصاً عند اتباع الحمير الغذائية لاحتواءها لنسبة عالية من الألياف اللي كتساعد على ضبط نسبة سكر في الدم واللي كتعاون على الشعور بالشبع والامتلاء ولكن يجب الحرص على عدم إضافة السكر إليها باش ما تكتسبش المزيد من السعرات الحرارية ويفضل تحليتها بعسل النحل وأخيراً لازم الإشارة بأن الأطباء كيحضروا من خطورة تناول البلبولة في حالة الإصابة بحساسية القمح باش ما تزيدش تفاقم الأعراض المصاحبة لهذا النوع من الحساسية واللي كتتمثل في سيلان الأنف والطفح الجلدي وضيق التنفس والإسهال والقيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر